فيه بقى النقيد بتاع الآية ده هيت الآية بتقول لا يقول أحد إذا جرب أنه جربة من قبار الله لأن الله غير مجرب بالشرور ما بيتجربش بالشر فيه آية موجودة في سورة الإسراء عدد 16 آية 16 بتقول إيه إن أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففاسقوا فيها فحق القول عليها فدمرناها تدميرها ربنا عمل خطة إذا أردنا أن نهلك قرية ربنا عمل خطة أنه عايز يهلك هذه القرية أمر مترفيها أن يفسقوا ففاسقوا فحق القول عليهم فرح مدمرها هل الله ممكن أنه يعمل خطة زي كده هل خطة الله من تجاه حياة إنسان أو تجاه حياة قرية أو تجاه حياة البشر هي مشيئة صالحة أم هي مشيئة بتوديهم ممكن أنه هم يفسقوا ويتدمروا ومش بس بيرتكه الخطيئة كمان بحاسبه الله أنه أنت المسؤول عن هذا الموضوع يعني الإنسان بيتحول لديان هاي المأساة لا هو من حقه أنه يتحول لديان لسبب هقول لحضرك على حاجة لو الآية دهيت في كتابي أنا اللي أنا بؤمن به أنا أشكر ربنا أن أنا أؤمن بالكتاب المقدس ولا أؤمن بالقرآن لكن لو كان القرآن دهوت في وقت ما أنا كنت مسلمة كان كتابي وكنت بؤمن به أما يجي ربنا يقول أمرنا متر فيها يعني الأمر الأمر الإلهي هو أمر جازم صارم يعني مين اللي يقف أمام أمر الله ما فيش حد يقدر يقف أمام أمر الله الله يقول كن فيكون انتهينا إزاي أنا أقف أدام ما شئت الله في إننا أغير ما شئت وبقى إنسان صالحه وهو أمرني إن أكون أفسق لأن أفكاري ليست أفكاركم يقول الرب في إشعياء خمس وخمسين في سفر إرمياء تسعة وعشرين آية 11 لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شر مش إيفل مش مش شر لأعطيكم آخرة يعني مستقبل ورجاء ولا تشاكلوا هذا الدهر في رمي 12 بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة يعني جود إرادة الله الصالحة كاملة ومرضية يعني مش أي مش أي كلام دايما لخير ومنفعة الإنسان